السلام عليكم عزيزي المشاهد أهلا بك في دقيقتين عافية سلسلة جديدة من فيديوهات سكون العلاج في الهند وفيها حشرح معلومات تشريحية حديثة عن الأمراض الشائعة وتبسيط طرق علاجها بما لا يزيد عن دقيقتين لكل فيديو الحلقة الأولى يقال لك دائما أن مرض السكري نوعين النوع الأول والنوع الثاني ويعتمد التشخيص على عاملين هما عمر الشخص عندما يصاب بمرض السكري وجود أجسام مضادلة التي تهاجم خلايا بيتا المنتجة للأنسلين في البنكرياس مميزات النوع الأول يبدأ في الطفولة وحتى عمر 33 ويتميز بوجود أجسام مضادلة التي تعيق إنتاج الإنسلين ويرتبط بالوراثة والطفرات الولادية ويتطلب مراقبة وإنسلين خارجي مدى الحياة أما النوع الثاني يصيب الفئة العمرية فوق 33 وبعكس النوع الأول لا يوجد أجسام مضادلة تهاجم خلايا بيتا ولكن البنكرياس يتلف بسبب حساسية ومقاومة خلايا الجسم للإنسلين ويرتبط بالتغذية والسمنة والعمر وتاريخ الأسرة ومن الشاي علاجه بأدوية تنظيم السكر أيضا يوجد النوع واحد ونصف المسمى لادا latent autoimmune diabetes of adulthood أو السكري المناعي في مرحلة البلوغ وغالبا ما يتم تشخيصه على أنه من النوع الثاني لكنه من النوع الأول لكن في مرحلة متقدمة من العمر ويتطور ببطء أيضا لا ننسى سكري الحمل ويحصل أثناء الحمل وقد تتعافى منه المريضة بالكامل عزيزي المشاهد مع تطور الطب وكثرة الأبحاث نحتاج تطوية رسالة معلوماتنا أيضا في الفيديو القادم سأشرح الخمس أنواع الجديدة من السكري التي لم يخبرك عنها أحدا من قبل معلومات تهمك تابع معي وإذا تحب أن تشاهد مزيد من سلسلة دقيقتين عافية اشترك بالقناة ودعمنا بلايك أو تعليق معكم الدكتور فارس ولنا لقاءنا آخر بإذن الله تعالى اشترك بالقناة ودعمنا بلايك اشترك بالقناة ودعمنا بلايك